موسيقى يعطيكم العافية اعزائي واهلا وسهلا فيكم من جديد بقناة وصفات من لبناء اليوم اعزائي غدانا بيف ستروجونوف غدا معروف عالميا كتير طيب وسهل التحضير اعزائي بدي اطلب منكم اذا انتو جديد على القناة اشتركوا بالقناة فعلوا زر الجرس حتى شبنا ازل من الوصفات بيبين عنكم في حال حبيته وصفتنا كمان اضغطوا اللايك لنبلش اعزائي سوا لتحضير وصفتنا اعزائي انا بحاجي لستايك متل ما عم بتشوفو الاستايك انا هون عندي ياسميك شو لاح اعمل لح اطعو لشرايح طويلي كمان انا بحاجي للفطر الطازة بحاجي للبصل للتوم الفلايفلي الخضرة والخردر وموكونات تانية نتعرف عليها اسناء تحضير الوصفة بالنسبة لستايك اعزائي متل ما عم بتشوفو بدي اول خطوة قطعها لستريبس طويلي لشرايح طويلي بهايدا السمك متل ما عم بتشوفو بهايدا الطريقة بقطع كل استايك وبحطو عجنب وبكمل تحضير باقي المكونات كمان انا بحاجي للفطر بالنسبة لعزائي للفطر الفطر ما بنغسله دايما جيبوا فوطة ومسحوه من التراب او اي رواسب عليهم لان الفطر متله متل سفنجي بيمتص الماء فاجمالا الفطر بيتمسح او فيكن تقشره القشري الخارجي للفطر ولكن ابدا ما بنغسل الفطر هيدا شي غلط وقت استعمال الفطر الطازع عندي هون كمان التوم دقايت التوم ناعم هون الفطر جهستو الفلايفلي الخضرة كمان قطعتها ستريبس طويلي والبصل فرمته فرمي نعمة احبابي اول خطوة بالطنجرة عندي بده تكون غميئة بحط عندي زبدي بدوب الزبدي وبرجع اضيفها عليها استايك اللحم وببلش قلب دايما عزائي اللحمة بدنا نعملها شي متل صدمة يعني لازم تكون الطنجرة حامية الزبدي صخني وبنرجع نضيف عليها اللحمة حتى كل الجوزس يلي بقلبها يضلوا فيها حتى ما بتنشف عندي هلا هون متل ما عم بتشوفوا بحرك عندي اللحمة وبضل دير بالي اني يحركها لحتى تستوي كلها مع بعضها ووقت تستوي عندي البيف شو بعمل بدي شيلهم عجنب وبكمل تحضير الشتروبنوف بالطنجرة هي زيت اعزائي بدي ضيف البصل اللي انا فرمته ناعم بدي ارجع ضيف ستك صغيري من الزبدي وبقلب البصل عندي منيح مع الزبدي لحتى بيتكرمل عندي البصل كمان بنصحكم بهاي الخطوة يرشوا رشة ملح حتى البصل بيطلع العصارة يلبقلبه بدي ضل قلب اعزائي البصل لخاية ما احصل على هيدا اللون الدهبي الحلو بعد ما يوصل للون الدهبي بدي ضيف عليه الفطر يلي انا كمان اردي شحزته بالنسبة اعزائي للفطر ملح ياخد معنا كتير وقت عن نار لانو نحنا ما غسلناه لانو متل ما قلت لكم الفطر اعزائي متل السفنجي بيشرب الماي فنحنا ازا ما غسلناه مسحناه او قشرناه القشري الخارجية فهون ضغري بيت يستوي عندي وبيطلع نكهته تمام لانو تكرمل مع البصل هلا اعزائي جهز عندي البصل والفطر صار وقت اني انتقل وضيف الفلايفري الخضرة بدي اقلب الفلايفري الخضرة كمان عندي تقريبا بياخد معي شي خمس دقايق لغاية ما بيتبل عندي من بعدها بدي ضيف التوم المدقوق وكمان قلبهم كلهم سوا لكلها الخضرة بتتنكه سوا بكل النكهات بضيف لطحين وبحركم بسرعة حتى ما بيعمل عندي لطحين كتل حتى بيمتزج مزبوط مع الخضرة برجع هلا هون بدي ضيف مرق اللحم بالنسبة لمرق اللحم ازا مش موجود فينا نضيف اا ستيك صغير من الماجي او مكعبات المرق اللحم نخلطهم مع مي سخني ونضيفهم هون وفينا في حال كمان ما عنا اا مكعبات مرق اللحم فينا نضيف المي كمان يعني فينا نعمل هاي الخطوة برجع بدي ضيف الملح البهار الاسود ويضيف الخردر للخردر الاساسي بوصفة البيف استروجانوف كمان هلا هون ضفت الخردر بحركم كلهم سوا هلا هون ضوقوا انتوا الصوس اذا بدوا قليل من الملح او اذا ملحوا تمام فنكمل هلا بوصفتنا هلا هون امتزجت كل المكونات اعزائي صار وقت ان يضيف الكريمة كريمة بالنسبة لكريمة الطبخ دايما استعملوا احسن نوعية ممكن تجوبوها انا هون ضفت الكريمة وكمان بدي حرك بسرعة لانه مجرد ضفنا الكريمة ما بقى بتاخد معنا وقت كتير عن نار تركتها تغلي تقريبا من 3 ل 4 دقايق الكريمة مع الخضرة وكل المكونات من بعدها ضفت البيف عليهم كمان بحركم كلهم سوا وبتركهم حوالي تقريبا 5 دقايق وبرجع بتفتحتها في هاي دا الوقت اعزائي بدي اشلق عندي الماكرونة هلا البيف استروجانوف فينا نقدمها حد الرز الابيض فينا نقدم حد الماكرونة وفينا نقدم حد البطاطا ممكن كمان تسلقوا بطاطا وتقدموها حد يعني هيدا شي هون اختياري وصفتنا عزائي جهزت عنا سلقت الماكرونة حطيتها هون عندي بصحنة تقديم بدي اضيف عليا البيف استروجانوف فيه يحطها من فوقه فيه يحطهم عجند بعضهم يعني كمان هاي طريقة التقديم انتو كيف بتحبو فيه كمان هون رش شوية زعتر اخضر زعندي شوية اوريجانو ممكن بصل اخضر انا عندي اليوم بصل اخضر فحبيت زينا بقليم من البصل الاخضر فبهاي الطريقة اعزائي اليوم جهزنا غدانا اللي هو البيف استروجانوف بتمنى منكم اذا حبيتوها تضغطوا على لايك وفي حال اه منكم اشتركين بالقناة اشتركوا بالقناة تعال نزل الجرس حتى شو بنزل من الوصفات بيبين عنكم الانباص اهلا وسهلا فيكم دايما بوصفات من لبنان موسيقى موسيقى موسيقى